وسأنا أحب دكتور حميد أعرج يعني أنت سألتني عن أي الحضارة أقدم بلاد الرافدين لو وادي النيل المصريين يقولون الحميد حضارتين أصيلتين لكن المتفق عليه بين الدارسين وهناك رسالة وضعت بال56 من قبل سيدة إنجليزية بوم كارتيل الدكتوراه في جامعة لندن عن هذا الموضوع عن ياهو الأقدم حضارة بلاد الرافدين لو وادي النيل بعدين هناك أساتذة مهمين مثل كريمر وياكوبسن وغيرها من اللي درسوا هذا الموضوع المتفق عليه ومن رسالة هذه السيدة أن بلاد الرافدين حضارته أقدم بلاد الرافدين عطت حتى الامبتس يعني فكرة الكتابة الصورية عطتها للهيروغليفية عطت النحت قلقامش على سكين جبل الأرك وغيرها هناك منحوتات على ذكر الكتابة دكتور والحضارة مسلة حامورابي هل تعتقد أنها كانت تتضمن قوانين يعمل بها في الوقت الحاضر؟ شوف حامورابي جمع بالتأكيد حامورابي حامورابي وضع في مسلة كل القوانين اللي كانت قبلها وعلى أيامها اللي هي بالعقوبات وبالإسرة وبالزواج وبأمور كثيرة الحقيقة يعني كثير هل أباح الزواج من أكثر من امرأة؟ لا لم يبيه الزواج بأكثر من امرأة الحقيقة سمح بالطلاق وسمح بالتبني وسمح ب يعني لكت كان شديد على الاغتصاب شديد على من يأخذ امرأة غيرها أو خطيبة غيرها كان شديد على من يغلط في معالجة بالطب أو البناء اللي يقع سقف البيت يعني كانت هناك عقوبات جدا شديدة يقال في المسلة أيضا فصل للخدمة العسكرية نعم نعم نعمك وحوالي 30 مادة تخص الجيس والخدمة العسكرية وحتى ليهرب من الخدمة العسكرية حتى ليهرب من الخدمة وحتى ليرجع للخدمة ويعني حتى المرأة اللي دخلت بالخدمة العسكرية يعني المسلة تتضمن مفاهيم المواطنة واضحة جدا واضحة يعني قبل كم سنة المفاهيم المواطنة 1800 قبل الميلاد